موسيقى أهلا بكم في حلقة جديدة ويوم جديد في كل يوم جديد النهاردة هنعمل مع بعض حاجة نفتر بيها الصبح للناس اللي عاملة ضايت أو الرياضين وللانه هم أكتر ناس مظلومة في الأكل لأن للأسف بيصحوا الصبح هنأكل إيه حاجات بزيطة قوي وما بتكونش زي الحاجات التقليدية بتاعتهم فبيكون عندهم مشكلة إن هو ولاحد بيكون متقدر وهو عامل ضايت أو هو بيلعب برياض فالنهاردة هنعمل مع بعض بسكوت الشفان والشفان طبعا إحنا عارفين شكل الشفان هو بيكون بالشكل ده وهو حاجات من اللي بتشبع أو بتدينا أحساس بالشبع كويس جدا هو ده شكل الشفان محتاج بقى أن انت تجيبي كوبايتين شفان من دول وتطحنيهم عشان في الآخر لما يتطحن يبقى بالشكل اللي قدامي ده يبقى أول حاجة هنجيبها كوبايتين من الشفان كوباية من الدقيق بيضة نص كوباية من العسل الأبيض وإحنا قبل كده قلنا إزاي نعرف العسل الأبيض سليم ولا أهو هنعمل ده النهاردة بعد كده عندي معلقة من الباكينج بودر عندي نص كوباية من الزبدة عندي معلقة دفانيليا عشان تديني طعم كويس للباسكوت يبقاش زي الباسكوت العادي لا يكون أحسن كمان وأطعم وفي الآخر هنديله شوية شفان على الوش زي من ده عشان يكون شكله حل وكمان طعمه كويس جدا نعمل نشوف مع بعض إزاي أول حاجة هنعملها لما بنكون بنعجن أي عجلة من عجلات الباسكوت أول حاجة باعتمد أننا أحط المواد الجافة كلها مع بعض وهي الدي والشفان والبيكنج بودر اللي هو هيخليلي الباسكوت بتاعي ما يكونش ناشف كده وبيجلت تحت سناني لازم أحط بيكنج بودر عشان هو ده خميرة الحلويات وبعد كده عندي رشة من الملح ودي مهمة جدا وما تزيتش فحط الحاجات دي كلها على بعضها وبعد كده تقلبي كويس جدا عشان الباكينج بودر ورشة الملح تتوزع على الده بحيث أن الباسكوتة نفسها يبقى طعمها كويس ومظبوطة ولما تطلع ما تبقاش من حتة ناشفة وحتة لأ قلبنا كده نبتدي بقى نشوف إيه هنعجن فعجان ولا هتعجني على أديكي اللي اتنين مش هيفرقوا كتير بس هتفرق في الوقت شوية أحط الحاجات دي مع بعضها وإحنا خلاص قلبناهم هنجي بقى عن الخطوة التانية وهي المواد السيلة وهي عبارة عن الزبدة والفانيليا والعسل والبيضة هاخد العسل البيضة الأول مثلا كده واحطها اهي وإحنا قلنا البيضة هتبقى تريبا 60 جرام يعني البيضة بمعقولة أكبر من دي سنة كده عشان إحنا لما بدحوير المواد السيلة ما بتكونش العجينة جامدة قوي وأنا مش عايزة تبقى جامدة قوي وهدي سنة الفانيليا وهحط الزبدة وخلي العسل في الآخر عشان نشوف إيه إزاي نعرف إن العسل بتاعنا ده عسل أصلي مش مضروب أو مش شربات ومعمول بعسل الكولوكوز ومعمول في برطمانات هنقلب ديه ونعمل اختبار العسل وبعد كده نكمل تعالوا بقى نشوف إزاي تعرفي العسل بتاعنا البيض ده عسل أصلي ولا مخشوش أول حاجة هجيب طبق زي كده واخد معلقة من العسل صغيرة أحطها في نص الطبق كده وبعد كده هاخد مية عادية خالص مش ولا سقعة ولا حاجة أنا مية من الحنفية واحط شوية مية كده على العسل بتاعي وكل اللي محتاجه منك إن انت هتمسكي البولق أو الطبق اللي هتعملي فيه وتبتدي يتهزي العسل بالمية بالشكل ده هيبتدي يتكون لي بصوا العسل كده واحدة واحدة هنبتدي نشوف خلية النحل اللي كان فيها العسل لما هبتدي هز كده لو قفت بصوا هلاقي بتادي تتشكل شكل الخلية وده معناها إن العسل ده مية في المية أصلي مش ممكشوش اهو بصوا الشكل اهو تاني كل ما هبتدي هز كده كل ما تشكل الخلية اللي كان فيها العسل ده هيوضح أكتر والموضوع في المنتهى البساطة عشان ايه نحن بنشتري ناس كتير بتشتري العسل في البرتمانات وقلك ده من المزارع بتاعتنا والكلام ده وبتضحك علينا كتير يعني وفي الآخر نروح البيت بعد أسبوع أو اثنين نبتدي نلاقي إن العسل عمل سكر تحل لو عملت الاختبار ده في دقايق زي ما انت شوفت كده هتلاقي شكل الخلية اللي كان فيها العسل بعد كده نرجع بقى نكمل حاجتنا وبكده احنا بنتعلم ازاي وده مهم جدا نشتري الحاجة وده مهم جدا إن انا نشتري الخامة قبل ما عملها يعني انت بتعلمي انت عمليها دي حاجة احنا بنوصلها لك لكن المهم جدا انت عرفي ازاي تشتري الحاجة سواء بقى اي خضار او اي لحمة او اي فاكهة او اي حاجة ننزل بقى العسل بعد كده وسيب بقى العجان يعجن من خمس دقيق كده لعشر دقيق كمان عشان العجانة بتاعتين تتقوم تبتكون قوامها كويس جدا خلاص كده العجانة بتاعتنا تعجنت بالشكل اللي قدامنا ده هبتدي اطلعها نشيل بقى ايه استطيعها العجان كده عشان عرفي اخد العجانة بتاعتي كلها واسيب اطلع العجانة بقى لفها لفة حلوة كده ببولة نجيب بولة نحط فيها العجانة اي بصو شكل العجانة تقوامها هيبقى بالشكل اللي قدامنا ده بصو شكل العجانة اه وفيه على فكرة زبدة فيه زبدة لايت عشان لو احنا ايه عايزين نكون مهتمين قوي بموضوع ان احنا نعمل حاجة صحية اكتر ان احنا نجيب زبدة ضايت ما نحط الزبدة عادية هنحط بقى العجانة بتاعتي ولازم اغطيها واسيبها ترتاح شوية عشان تشكل معايا بسهولة طب لو انا لقيت ان العجانة طرية قوي وهي دي مش طرية قوي لو طرية قوي العجانة معاك انت مثلا انا عيرتي الزبدة اكتر شوية او دي اقل شوية ما زبطش معاكي ولقيت اي عجانة بسكوتات طرية قوي وحطيها في التالجة خمس داية هتلاقي مسكت بعد كده عجانة تاني وبدأ يشتغل بها نسيب العجانة ترتاح نص ساعة ونرجع نكمل مع حضراتكو بسكويت الشوفان رتاحت العجانة بتاعتنا كده تعالوا بقى انشوف هنكمل مع بعض البسكوت ازاي اول حاجة هعملها ان انا ابتدي ااخد هيبصوا العجانة كده لما بترتاح بتمسك سنة هاخد بقى انا كور كده وابتدي اكور الكورة بتاعتي بالشكل ده وامداز عليها على بطن ايدي هنا وامحارطها فين في الشوفان وامطلع عداس على الشوفان كده وامحارطها في السك بتاعي الموضوع اهو سهل وبسيط جدا وده مية في المية هيكون احسن مجهز كتير جدا خلاص كده شكلنا البسكوت بتاعنا وريحة العجينة في منطقة الرواة اهو تاني اهو حطنا في الشوفان دوسنا عليها كده عشان الشوفان يدخل جوه واحد البسكوت اخر حاجة هنعملها بقى في الصاج ان البطن ايدي كده او بكلوة ايديك هتدوسي ايه دوسات بسيطة كده عشان نخلي البسكوت كله صمك باحث مهم جدا عشان التسوية لما يكون حاجة ادخل من حاجة او حاجة ارفع من حاجة بتفرق في التسوية كتير او فانا ايه هدوس دوسة كده عشان يبقى كله حجمه واحد فالحوارة تتعامل معي كويس جدا درجة الحوارة هتكون على بية وسبعين من عشر دقائق الربع ساعة قدنا على حسب قوة الفرن بتاعك هندخل ده على درجة حوارة مية وسبعين ونستنى بقى من عشر دقائق الربع ساعة عشان نشوف نتيجة البسكوت بتاعنا يكون عامل ازاي ويتخليه في الظرفة اللي في النص او اعلى شوية عشان من تحت البسكوت ونفسها ما تتحرقش هنشوف النتيجة بعد عشر دقائق مع حضرتكم خلصوا كده العشر دقائق بتاعنا تعالوا نشوف نتيجة البسكوت اللي بتشوفان بتاعنا هدي شكل البسكوت قدامنا هيبقى بالشكل ده اعتقد ان شكله شبه الكوكس كده فدي حية كويسة الصبح لما نفتر به مع اي كوباية من العصير هيكون الموضوع في منتهى الجميع اعلىوا بقى نشوف احتاجنا الدقائق من المقادير عشان نعمل البسكوت اللي بالشوفان اول حاجة خلينا نقول مقادير اللي بالكوبايات وقلنا ايه كوبايتين من الشوفان الناعم واحنا هنشتري الشوفان فريش او زي ما هو سليم زي ما ونوردهول كده على وش البسكوت ده ونطحان يبقى كوبايتين من الشوفان الناعم كوباية من الدي اي نص كوباية من الزبدة اللايت ومهم جدا نحن نحلي الزبدة اللايت لو ما عندي كيش ممكن بس هتبقى طبعا الموضوع مش هيكون الضايت قوية او اللي هيبقى دسم زيادة عن اللذور فنحايا لو قد مادة احنا نجيب زبدة اللايت بعد كده عندي نص كوباية من عسل الناح وقلنا ازاي هنعرف العسل ده مخشوش ولا لا بعد كده بيضة قلنا البيضة هتكون 60 جرام معلقة صغيرة من البيكنج بودر معلقة صغيرة من الفانيليا ورشة الملح وشوية شوفان صوارين عشان نعمل بيهم الوش الجميل اللي قد بعد كده ما قدمنا بيء الجرام هتكون 286 جرام من الشوفان الناعم 145 جرام من الديق 120 جرام من الزبدة 150 جرام من العسل بيضة 60 جرام 4 جرام من البيكنج بودر و4 جرام من الفانيليا ورشة ملح يارب تكون الحلقة خفيفة عليكو واشوفكم بخير في نفس المعات في كل يوم جديد مع محمد ابراهيم والسلام ختاب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة